قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع أن هذه الويروسات المعدية هي من جملة الطواعين التي جعلها الله تعالى رحمةً لهذه الأمة ينالون بها الشهادة فمن أصابت هذه فصبر عليها كُتِب عند الله شهيدا قال النبي عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادةٌ لأمتي ورحمةٌ ورجسٌ على الكافر وعن شرحبيل بن شفعة قال لقد صحبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال إنه دعوةُ نبيِّكم ورحمةُ ربِّكم وموتُ الصالحين قبلكم روه أحمد وفي الصحيحين عن أنس قال عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادةٌ لكل مسلم وعن عيشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال صلى الله عليه وسلم كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمةً للمؤمنين فليس من عبدٍ يقع الطاعون فيمكُث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثلُ أجر الشهيد رواه البخاري وفي روايةٍ أطاعون شهادةٌ لأمتي من مات فيه مات شهيداً ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله ومن فر منه كان كالفار من الزحف والموتة واحدة من لم يموت بالسيف مات بغيره وأفضل الموت أن يموت الإنسان شهيداً جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه